السلام عليكم ورحمة الله متى يمكن اعتبار كثرة التبول أمرا مرضيا؟ هنا وجب التركيز والانتباه وذلك لضحض بعض الخرافات المرتبطة بهذا الأمر وتأكيد بعض الحقائق وستتفاجأ ببعض الحقائق المرتبطة بهذا الأمر في الحقيقة إن الأمر لا يقاس بعدد المرات التي تتوجه بها إلى دورة المياه للتبول فعلى الرغم من أن معدل الحاجة للتبول يتراوح بين 4 و 8 مرات في اليوم إلا أن الحالة تعتبر مرضية في حال منعت الشخص من ممارسة حياته بشكل طبيعي فقط نقصد ممارسة حياته بشكل طبيعي أنه لا يضطر إلى إلغاء نشاطاته اليومية لعدم قدرته على أدائها بتواصل بسبب الحاجة للتبول أو أنه لا يعاني من القلق الحاد حول تواجده بمكان لا يتوفر على مراحيد إذن ما هي أسباب كثرة التبول؟ لا تنسوا الاشتراك في قناتكم علوم العموم وتفعيل الجرس ليسركم كل جديد على قناتنا تناول السوائل يزيد الإفراط في شرب السوائل خلال وقت قصير أو شرب الكافيين والكحوليات وهي مشروبات مدرة للبول من حالة كثرة التبول مرض السكري حيث تعتبر كثرة التبول من أول أعراض مرض السكري من النوع الأول والثاني وذلك لأن الجسم يحاول التخلص من نسبة الجليكوز غير المستخدم عن طريق البول الحمل منذ بداية الحمل تبدأ حاجة المرأة الحامل للتبول بالزياد وذلك لأن الجنين يبدأ بالضغط على المثانة مما يؤدي لإزدياد الحاجة للتبول التهاب المثانة هو عبارة عن التهاب في عضلات المثانة وافقه ألم وضغط يمتد إلى منطقة الحوض تضخم البروستات ومشكلاتها حيث أن البروستات المتضخمة من شأنها أن تضغط على مجرى البول وتمنع تدفقه الأمر الذي يسبب تشنج جدار المثانة هو تقلصها مما يؤدي للتقليل مساحة تخزين السوائل فيها تناول بعض الأدوية بعض الأدوية تتميز بتأثيرات مضرة للبول كأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم أو تراكم السوائل مثلا التي تؤثر على الكليا وتحفزها على التخلص من السوائل الزائدة في الجسم ما يؤدي لكثرة التبول السكتة الدماغية والأمراض العصبية يسبب تلف الأعصاب تلقي المثانة لإشارات غير دقيقة ما يجعلها تحث عملية التبول بشكل متكرر ومفاجئ وأيضا هناك أسباب أخرى لكثرة التبول مثل أورامي المثانة الحميدة والخبيثة والعلاج الإشعاعي بالإضافة إلى ذلك هناك ما يعرف بحالة التبول الليل المتكرر وأي حالة تحدث مع التقدم بالعمر حيث يضعف إنتاج الهرمون المسؤول عن التبول الليلي شكرا لكم على مشاهدة الفيديو وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله